بسم الله الرحمن الرحيم نرجع مرة تانية طلابي وطالباتي لمحاضرة الكياس والتكويم وبنتناول في المحاضرة التانية الجزء الثاني من الوحدة الأولى اللي هو المتعلق بالكياس والتكويم تعالوا نروح لأنواع التكويم هناك عدة أشكال وأنواع للتكويم في التكويم المبدئي وهذا التكويم الذي يتم قبل البداية في أي برنامج تعليمي أو برنامج تدريبي بغرض الحكم على مستوى الأشخاص ومعرفة مستوياتهم في التكويم التكويني اللي بيحدث أثناء عملية التدريس أو عملية التدريب بغرض معرفة مدى وصول الأفراد لمستوى معين جوانب الكوة وجوانب الضعف ثم التكويم الختامي اللي هو زي الاختبارات النهائية اللي بتأدل الحكم على مدى نجاح الأفراد أو إخفاكهم في مقرر معين هناك أيضا النعين للتكويم على حسب المحتوى التكويم هناك التكويم الذاتي والتكويم الموضوعي وده نستعرضهم في التفصيل من خلال الشرايح التالي تعالوا أيضا نمط تاني من التكويم إذن التكويم الجماعي والفردي لو أنا عايز أعمل تكويم جماعي يعني في صورة مجموعات أو تكويم فردي يعني في صورة أفراد يعني كل فرد بذاته يسمى التكويم الفرد نرجع التاني عشان نوضح جزئية التكويم الذاتي والتكويم الموضوعي التكويم الذاتي هو اللي بيستخدم فيه المقوم يعني المعلم أو أستاذ المقرر أنه يجمع البيانات أو يستخدم فيها أشياء تعتمد على نواحي شخصية زي الاختبارات الشفاهية زي المقابلات هنا في هذا الأمر النواحي الذاتية أو الشخصية تتدخل في الحكم على الأشياء هناك أيضا التكويم الموضوعي هذا التكويم الموضوعي لا يجمع البيانات عن طريق الموضوع محل التكويم لا تدخل لذاتية المصحة وبالتالي هذا النوع من التكويم الموضوعي يعتبر أكثر أنواع التكويم التي تتصف بالدقة والبعد عن الذاتي طيب تعالوا نعرف مع بعض أنواع التكويم عندنا يتضمن التكويم الموضوعي عدة خطوات أول خطوة نحدد الأهداف التربوية ثم نترجم هذه الأهداف إلى أهداف سلوكية يعني مواقف يمكن إجراها أو مواقف عملية وإعداد الأدوات المناسبة للتكويم ثم نحلل البيانات وبعد ما نحلل البيانات نبدأ نستخلص النتائج ده بالنسبة للتكويم الموضوع أهمية التكويم في مجال التربية والتعليم بتحدد لنا اتجاه المدرسة في تحقيق أهدافه والتقدم الذي أحرزته بتحدد لنا أيضا التكويم أهميته يعمل على تشخيص ومعالجة جوانب الكوة والضعف وحل الصعوبات والمشكلات التي يوجد الطلاب بيحفز التكويم الطلاب على التعلم لأنهم بيعرفوا مستواهم أين تقدموا وأين وقفوا وبالتالي يستطيع أنهم يحسنوا من أداءتهم في المستقبل بكده يعرفنا مع بعض أنواع التكويم وهدف التكويم نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته